لكن أعتقد أن أعظم مدرسة وأعظم دورة يمكن أن يأخذها الإنسان هي الحياة ولهذا فرق بين الإنسان الذي يصير في الحياة وهو يراقب نفسه ويراقب تجاربه ويستفيد منها بحيث أنه في كل مرة يلتقي فيها في الناس يكون اكتشب خبرة جديدة وبين آخر ربما يمضي في طريقه وهو لا يلوي على شيء ولا يحاول أن يقرأ ويراقب تصرفاته والجوانب الإيجابية والسلبية في تعامله مع الآخرين ولا بأس نشير إلى بعض ما يذكر في موضوع فنون الاتصال وأساليبي فهناك أولا النقطة الأساسية هي قضية المقابلة يعني أول ما تقابل الإنسان أو تلقاه هذه الخطوة الأولى والمقابلة قد تكون مقابلة مقصودة يعني بناء على موعد أي كان هذا الموعد حتى لو كان عفويا أو كان موعدا لإجراء مقابلة شخصية أو للتعرف أو لتدارس أو لأي شكل من الأشكال وقد يكون هذا اللقاء أو هذه المقابلة قد تكون مصادفة تجمعك مع إنسان مثلا في الطائرة أو في القطار أو في السوق أو في أي مكان من الأماكن فبالصدفة انتقى الإنسان بآخرين كيف يستطيع أن يتعامل معهم وأنا أذكر قديما عمر أبو ديشة رحمه الله كان له قصيدة عنوانة في الطائرة وكنت يعني أعجب منها وإن كانت قد تكون وهو الظن عندي إن القصيدة ربما رؤية خيالية عنوانة في الطائرة هو نصور نفسه وهو في الطائرة ذهبت تستقرب النجمة مجالة وتعالت تسحب الذيل اغتيالة وجواري غادة تلعب في شعرها المائجي تيها ودلالة قلت يا عذراء من أنت ومن أي دوح أثمر الغصم وطال فأجابت أنا من أندلس جنة الدنيا نعيما وظلالة وجدودي ألمحوا الدهر على ذكرهم يطوي جناحي اغتيالة هؤلاء الصيد قومي فانتسب إن تجد أكرم من قومي رجالة أطرق الرأس ودمعي هاطل وافترقنا وتجهلت السؤالة فأنا أعتقد أنه كان رحمه الله كشاعر يقصد أن يعبر لكن نلتقط الفكرة وهي فكرة أن يكمل إنسان منا يركب مثلا في الطائرة أحيانا ويمكن يهم أن يحدث الذي إلى جواره فيتردد حتى إلقاء التحية والسلام يكون فيه صعوبة بينما القضية تتطلب أن يتدرب الإنسان على نوع من الجرأة وعادة دائما كل شيء له أول له بداية والبداية ربما يكون فيها نوع من القلق يحتاج الإنسان أن يتجاوزها فكونك تلقي عليه مثلا تحية الإسلام هذا أمر عادي ومألوف أيضا هناك نغة العين وهذه لغة معبرة جدا يعني كونك تضع عينك في عين الإنسان الذي تحادثه وكما قيل والعين تعرف من أو النفس تعرف من عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها عيناك قد دلت عيني منك على أشياء لو لا هما ما كنت أدريها بالتجربة يتبين أن أحيانا الإنسان يقتبس من عين محدثه المعنى فتشعر مثلا بالطمأنينة تشعر بالطيبة تشعر بالصدق أو تشعر بضد ذلك من خلال قراءتك لعين هذا الإنسان الذي تنظر إليه وتطمئن إلى نظراته قضية الابتسامة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تبسمك في وجه أخيك صدقا فانظر يعني كيف ارتقى بابتسامة عفوية إلى مستوى أن تكون صدقة هنا ليست ابتسامة كما يقال ميكانيكية نعم يعني تدرب الإنسان مثلما يدرب البايع على أن يبتسم للزبون من دون لا نريد أن تكون أيضا ليست ابتسامة صفراء أو ماكرة أو خادعة ابتسامة صادقة تعبر عن صفاء القلب وهي عبارة عن رسول لهذا الإنسان الذي تلقاه لأول مرة أنك إنسان تحبه وتحب له الخير وتحب أن تكون العلاقة معه مبني على أمر طيب